قالت وزارة النفط العراقية أنها فعل ثلاث عقود طاقة مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير ثلاث حقول للنفط والغاز ووقعت نفط الهلال في فبراير الماضي ثلاث عقود مدتها عشرون عاماً لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالة شمال شرقي بغداد وأتوقع وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن تبدأ شركة الهلال الإماراتية خلال ثمانية عشر شهراً في إنتاج نحو أربعمائة مليون قدم مكعب قياسي من الحقول الثلاثة